موسيقى بيجاسوسار إسرائيلي وأزمة صد النهضة يشغلان عنوين الأسبوع وفي أصل الخبر اتهامات للمغرب بالتجسس على الحكومة الفرنسية باستخدام بيجاسوسار إسرائيلي مناسك الحج في ظل قيود كورونا تتصدر العنوين للعام الثاني على التوالي وتصاعد أزمة لبنان وفيضانات في الصين وألمانيا في صدارة التغطيات الإخبارية وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا أحداث وتطورات عدة تصدرت عنوين الصحف والقنوات الإخبارية هذا الأسبوع والبداية من مناسك الحج إذ كان لوقوف الناس على صعيد عرفة يوم الاثنين محل في عنوين الصحف العربية والعالمية سي أن أن تحدثت عن دور الوباء في الحد من أعداد الحجاج وفراغ المشاعر المقدسة من الملايين واستعرضت بالصور تدابير الوقاية التي اتخذت رغم قلة الأعداد وقد حج هذا العام نحو ستين ألفا من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة واقتصر آداء المناسك على من أخذوا لقاح كورونا وإلى سوريا ومع أخبار أول أيام العيد أتت أنباء القصف الروسي على شمالي البلاد ومخلفه من ضحايا من أورينت ننقل أحد أكثر المشاهد انتشارا بسبب الهجمات حيث كان السوري سامر دقيقة يودع ابنته الأخيرة التي قضت في القصف وقد سبق أن فقد قبل قرابة شهر ثلاثا من بناته بقصف روسي سوري آية آخر بناته دفنها بثياب العيد لنشاهد المرياردير الأمريكي بيزوس كان عنوانا بارزا برحلته السياحية إلى الفضاء وتصدر الصحف والقنوات 11 دقيقة هي كل ما احتاجه بيزوس ليتصدر الإعلام وهو الوقت الذي استغرقه للوصول إلى حفة الأرض عائدا إليها وكان على متن الكابسولة برفقته شقيقه مارك بيزوس والطيارة ولفانك البلغة 82 عاما وطالب فيزياء اسمه أوليفر دايمون يبلغ 18 عاما ليصبح فانك ودايمون أكبر وأصغر من سافر إلى الفضاء وإلى تركيا حيث كان لزيارة الرئيس أردغان إلى قبرص صدى عالمي مع إعلانه عزم أنقرة دعم قبرص التركية للحصول على اعتراف دولي من الأنضول ننقل اهتمامها برد الخارجية التركية على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قرار قبرص التركية إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية بقول أنقرة إن الاتحاد وما زال منفصلا عن الواقع في قضية قبرص وإن تصريحاته لا تتعدى كونها ترديد لما تقوله اليونان وإدارة جنوب قبرص وفي ملف كورونا هذا الأسبوع ننقل من الشرق الأوسط أنه بعد انخفاض عدد الوفيات في الهند بكورونا عاد الفيروس ليسجل أعلى معدل في شهر حيث حصد قرابة أربعة آلاف في يوم واحد وعزت الشرق الأوسط ذلك إلى متحورات الفيروس الجديدة في تونس أيضا التي تعيش واحدة من أسوأ موجات الوباء حيث الطواقم الطبية مرهقة والمستشفيات العمومية عاجزة والخاصة غير قادرة على الاستجابة سريعا فرانس 24 نقلت من أحد المستشفيات الواقع الميداني للعناية التي يتلقاها المرضى الوضع مأساوي كيري في وضع سيء للغاية وفي أزمة لبنان وما يشغله من حيز في العنوين العربية والعالمية بعد اعتدار الحريري عن تشكيل الحكومة من مجلة فورين بوليسي نتناول ما نشرته عن قراءتها لتداعيات مستقبلية متوقعة للأزمة فقد قالت إن انهيار لبنان قد يسهم في إخراج الصراع الخفي بين إيران وإسرائيل في مياه البحر الأبيض المتوسط إلى العلن وتحدثت أيضا المجلة عن المخاطر الأمنية التي قد يتسبب بها انهيار لبنان وتأثير ذلك على المنطقة الأزمة الأخيرة بين السعودية والإمارات ما زالت تتفاعل إعلاميا الأخبار اللبنانية قالت إن السعودية وبقيادة محمد بن سلمان تتخبط في سياسيتها الخارجية وتعاملها مع الملفات الراهنة كالتطبيع مع إسرائيل ومجارات الإمارات في ذلك وأضفت الأخبار أن إسرائيل أعدت برنامج التنصت بيغسوس وباعته لحلفائها الخليجيين وأن محمد بن سلمان يتجسس على سياسيين وإعلاميين لبنانيين حسب قولها وفي الملف الأفغاني كانت تطورات الأوضاع لصالح حركة طالبان حيث سجلت في الأسبوع الماضي سيطرتها على نصف الأراضي الأفغانية وفقا لتصريحات رسمية أفغانية بلومبرغ في نقلها للحدث أشارت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت منذ العام 2005 أكثر من 64 مليار دولار على تدريب القوات الحكومية الأفغانية وفي أخبار إيران كان استمرار الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي خبرا مهما هذا الأسبوع واشنطن بوست وصفت مظاهرات الاحتجاج على انقطاع المياه بالمميتة بعد سقوط ضحايا وقالت إن الأوضاع زادت سوءا بتزامن انقطاع المياه مع استمرار نقص الكهرباء وحار الصيف وفي الأجندة أيضا مشاهدين أخبار الكوارثة الطبيعية فيضانات الصين ألف الناس فروا من منازلهم وتشردوا كما سقط العديد من الضحايا ومما زاد من سوء الكارثة وفقا للغارديون فيضان الأنهار وهو ما ترتب عليه ارتفاع المشردين إلى 200 ألف إضافة لأضرار اقتصادية بالغة إثر تعطل القطارات وطرق السيل وخطوط الطيران وفي الأجندة أيضا عودة إسرائيل للاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 19 عاما حيث أعلنت تعودتها كعضو مراقب بهدف تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء وفي السنوات الأخيرة جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينة بالإضافة إلى تطبيع العلاقات مع السودان وبعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي ستكون الأطراف قادرة على التعاون في مكافحة كورونا وملفات أخرى وفقا للتصريح الرسمي نتابع أيضا في أبرز أخبار الأسبوع تداعيات الفيضانات التي ضربت دول أوروبا دوتش فيلا الألمانية تحدثت عن قيام المستشار أنجيلا ميركل بزيارة تفقدية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في غربي البلاد ورافق المستشارة المرشح لمنصبها في الانتخابات المقبلة لنتابع أنجيلا ميركل وأرميل لاشت تحدث بشكل مباشر إلى المتضررين جراء الفيضانات أحداث الأسبوع انعكست على توجهات وتفاعلات رواد وسائل التواصل الاجتماعي كيف رصدنا أراؤهم؟ هذا ما ستطلعن عليها الزميلة كريستين طيار تفضلي نعم أحلام مواضيع عديدة تصدرت أجندة منصات التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع وبدايتنا من التحقيق الاستقصائي الذي أجراه 17 إعلاميا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يتحدث عن استهداف نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج تجسس للهواتف الخلوية طورته شركة ان اس او الإسرائيلية وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برنامج أو برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة ان اس او ومقرها اسرائيل للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين دوتش فيلا بالعربية غردت عبر حسابها على تويتر باتهام منظمة مراسلون بالأحدود اسرائيل بالتورط في قضية تجسس عالمية مفترضة بواسطة برنامج بيغاسوس وينظر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في المزاعم المتعلقة بالقضية حيث حصلت منظمة فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتف يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ عام 2016 اي جي بلاس غردت بفيديو يوضح تفاصيل فضيحة التجسس العالمية لنتابع إلى العراق حيث شهدت مدينة الصدر ليلة حزينة دامية بعد تفجير نفذه إرهابي على متن سيارة مفخخة في مدينة الصدر شمال شرق بغداد بحسب الشرطة العراقية واستهدف التفجير تجمعا لعمال عند مدخل المدينة التي تسكنها غالبية شيعية وتتعرض بشكل مستمر إلى تفجيرات دامية ويأتي هذا الهجوم بينما يقوم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولند بزيارة إلى بغداد حيث تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجير عربي 21 نقل حسابه على تويتر عن خلية الإعلام الأمنية العراقية أن انفجار السوق الشعبي بمدينة الصدر في بغداد كان بفعل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وأن الهجوم أدى إلى مقتل 37 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين كما أثار الهجوم دعوات لمحاسبة المسؤولين الأمنيين في العاصمة خاصة بعد أن تبين أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال ويأتي الهجوم في مدينة الصدر عقب تصريحات وجدل بعد قرار مقتضى الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية قناة الحرة نشرت عبر حسابه على تويتر فيديو يوضح معاناة الشعب العراقي جراء استمرار التفجيرات المشابهة في المناطق المقتضة بالسكانة حيث شيع العراقيون ضحاياهم بصدمة وحزن كبيرين نتابع إلى الصين حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في أجزاء من وسط البلاد أجبرت الناس على ترك منازلهم كما غمرت المحطات والطرق وأجلي أكثر من عشرة آلاف شخص إلى الملاجئ بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية صحيفة الأخبار اللبنانية تحدثت عبر حسابها على تويتر عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 33 في أحدث الأرقام المسجلة رسميا ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تتعرض مدينة تشانكتشو عاصمة مقاطعة خنان لعواصف مطارية بمعدلات قياسية ما تسبب بإغراق الشوارع بالمياه والطرابات في حركة المرور والقطاع التيار الكهربائي وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 400 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا حسب ما نقلت صحيفة جلوبل تايمز الصينية سكاينيوز عربية غردت بفيديو لهذه الفيضانات اللادرة التي هزت الصين والعالم بدروس في الإنسانية يدا بيد وصل السكان لأماكن استحالة على فرق الإنقاذ الوصول إليها نتابع معا هكذا أنقذ الصينيون في مدينة تشانكتشو بعضهم بعضا كان هذا كل ما لدينا ونستكمل معك ما تبقى من برنامجنا أحلام شكرا لك كريستين بيغاسوس التجسسي الإسرائيلي وأزمة صد النهضة في منشت واشنطن بوست كانت ضمن صحف شاركت في تحقيق كشفة عن برنامج بيغاسوس للتجسس نشرت في حديثها عن القضية تحت مقال تحت عنوان وجبات جاهزة من مشروع بيغاسوس وصفت فيه البرنامج بأنه تجسسي من الدرجة العسكرية صمم أصلا لتتبع الإرهابيين والمجرمين لكنه استخدم لاختراق هواتف تعود لصحفيين ونشطاء ورجال أعمال وأوردت سبع نقاط للتحقيق أبرزها أرقام الهواتف وأسماء الشخصيات التي استهدفت في عملية التجسس صحيفة الغاردين قالت عملية التسريب تشير إلى أن محاميين وحقوقيين ونشطين ومعارضين في جميع أنحاء العالم قد تم اختيارهم كمرشحين محتملين للمراقبة من خلال قرصنة هواتفهم وظهر ترقام هواتفهم المحمولة في سجلات مسربة مما يشير إلى أنه تم اختيارهم قبل استهداف المراقبة المحتمل من الحكومة المتعاملة مع شركة NSO Group الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس بيغاسوس وقالت NSO Group مراراً أن بيغاسوس الذي يمكنه الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على جهاز الهاتف المستخدم بالإضافة إلى تحويله إلى مسجل صوت أو فيديو مخصص للاستخدام فقط ضد الإرهابيين والمجرمين الخطرين بحسب زعمها من العرب الجديد نتناول عينة من الضحايا المحتملين لبرنامج التجسس بيغاسوس الرئيس الفرنسي ورد اسمه كأحد من تم التجسس عليهم وبيع بياناتهم لجهات قيل إنها مغربية الموقف الفرنسي والرد الجزائري في الفيديو التالي الحكومة الفرنسية اعتبرت الأمر صادماً وخطيراً في حال الثبوت التجسس قناة بي بي سي وفي خطوة لتوضيح طريقة التجسس التي تتبع عادة في هذه البرامج شرحت كيفية عمل هذه البرامج حيث وافق مراسلها جو تايدي على أن تقوم مخرجة برامجه بالتجسس عليه نتابع تجربة القناة البريطانية في هذا الفيديو وعن أزمة صد النهضة المتفاقمة تصدر تكمال الملء الثاني له وردود الفعل التي جاءت على ذلك العنوين الصحف العربية من الجزيرة نستذكر الموقف السوداني الذي تمسك بالأمل في الوصول إلى اتفاق رغم ما تفرضه إثيوبيا من أمر واقع وتجاهل لمخاوف شركائها مصر والسودان أكد للجزيرة أنه لم يحدث أي تبادل للمعلومات بين أديس أبابا والخرطوم أما عن الموقف المواقف السياسية الرسمية من الملء الثاني للسد فقد جددت الحكومة السودانية موقفها الثابت برفضها للإجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر المصر اليوم نقلت الموقف السوداني ودعوته في ذات الوقت إلى التفاوض بحسن النية وإبداء التعاون لحل الأزمة وعن موقف واشنطن من الأزمة المتصاعدة ننقل من صحيفة المشهد السوداني توجيه السفارة الأمريكية في الكونغو الديموقراطية رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني لسد النهضة تؤكد ضرورة حل الأزمة وأهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في الأزمة وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية الكونغو ومع الملء الثاني لسد النهضة عادت الاتهامات لتطفو على السطح بتدخل إسرائيلي داعم للموقف الإثيوبي إسرائيل جددت نفيها لوجود أي دور لها في الأزمة وقالت إنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف عن طريق سفارتها في إثيوبيا التي صرحت بأن ما تردد مؤخرا عن ضلوع تل أبيب في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له الحرة أشارت إلى أن الجانب المصري ما زال ينكر واقع الملء الثاني للسد وأشارت إلى أن الخطوة الإثيوبية التالية ستكون بعد شهر نوفمبر وديسمبر من العام الجاري بسبب مياه الفيضانات وأن أديسابابا لن تكون قادرة على استكمال الإنشاءات حتى تكون فتحات السد قادرة على تمرير كل المياه لكن بعد ديسمبر ستستعد للملء الثالث وفي الختام مشاهدينا ننقل مشاهدة من سد النهضة بعد اكتمال الملء الثاني وما يترتب عليه من عزم إثيوبيا بدء تركيب المحركات والانطلاق في توديد الطاقة رغم ما قد يسببه ذلك من أضرار على مصر والسودان هكذا تعاملت وسائل الإعلام محدث الأسبوع منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت؟ نعود من جديد إلى الزميلة كريستين طيار لتطلعنا أكثر تفضلي أحلام محدث الأسبوع الأبرز على منصات التواصل الاجتماعي كان تنفيذ إثيوبيا للتعبئة الثانية لسد النهضة دون موافقة كل من مصر والسودان وكانت إثيوبيا قد أبلغت دولتين مصاب نهر النيل ببدء عملية ملء ثاني للسد بالمياه دون التواصل إلى اتفاق ثلاثي وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراء أحادي الجانب ودعت إثيوبيا مصر والسودان إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق ملزم حول السد التلفزيون العربي غرد برسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لشعبي مصر والسودان طمأنهم فيها بعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة مؤكدا من جديد أن الخطوة لن تسبب أي ضرر للبلدين ونشر أبي أحمد رسالة باللغة العربية عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها إن هذا الملء لن يؤدي إلى ضرر لأي من الدول الثلاث وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك وكالة الأندول غردت بتصريح الولايات المتحدة الأمريكية عن دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط بهدف إيجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي وإجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني تضمن رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني للسد كما أوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الكونغو الديمقراطية الذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي وناقش معه أزمة سد النهضة الجزيرة مباشر غردت عبر حسابها على تويتر بفيديو يظهر احتفال الشعب الإثيوبي في مدن مختلفة بالتعبئة الثانية للسد لنتابع معنا شبكة رصد الإخبارية غردت عن انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب للمرة الأولى منذ عام 2002 وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أفاد بأن صفير إسرائيل في أديسا بابا قدم أوراق اعتماده إلى الاتحاد الإفريقي كمراقب ونقل البيان عن وزير الخارجية ورئيس الحكومة يائر لابيد قوله إن هذا الإنجاز الدبلوماسي يأتي نتيجة جهود وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في القارة الإفريقية معتبرا أن هذه الخطوة تصحيحية لحالة الصمت التي سادت منذ ما يقارب من عقدين الجزيرة مصر غردت بفيديو يوضح خصائص التعبئة الثانية لسد النهضة وأهميتها بالإضافة إلى حجم هذه التعبئة قياسا على التعبئة الأولى فضلا عن الانعكاسات المحتملة على دول المصب التفاصيل في هذا الفيديو من الجزيرة مصر كان هذا كل ما لدينا أحلام ولبرنامجنا معك بقية شكرا كريستين مزاعم حول محاولة المغرب التجسسة على الحكومة الفرنسية التفاصيل في أصل الخبر وفي ملف بيغاسوس وعمليات التجسس أيضا التي أصبحت مادة خصبة للشائعات وتداول الأخبار المغلوطة الاتهامات الواردة في التسريبات طالت المغرب وتحدثت عن استفادته من البرنامج للتنصط على شخصيات فرنسية منها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وسائل إعلام مغربية تداولت ما قيل إنه تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي نفى فيها الاتهامات التي وجهت للمغرب وأكد أن فرنسا ترى أن المزاعم عن تجسس المغرب عبر برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة NSO غير صحيحة الخبر تم تداوله محليا كذلك وعبر صفحات الفيسبوك ونقلت صفحة عاجل وخطير أن رئيس الحكومة الفرنسية يكذب كل الأخبار عن تجسس المغرب على هواتف مسؤولين كبار بعد فتح تحقيق بخصوص ذلك وقالت إن رئيس الحكومة الفرنسي قال إن بلاده فتحت تحقيقا بخصوص أخبار تجسس المغرب على أرقام هواتف مسؤولين كبار وإنها أخبار كاذبة وتضليلية حساب يسمى الجيش الصحراوي قال إن اتهام المغرب بتجسس لعبة مكشوفة خسرت فيها بعض ملايين الدولارات كرشوة لشراء دمم بعض الصحفيين الأوروبيين المرتزقة الهدف منها رد الضربة المغربية في اجتماع دول عدم الانحياز وأكدت أن رئيس الوزراء الفرنسي نفى الخبر واعتبره كذبة لكن بالنظر إلى الخبر بشكل مدقق وبنقل ترجمة دقيقة سنجد أن الاتهامات ما زالت قائمة وقد أكد الرئيس الفرنسي أن الادعاءات خطيرة إذا تم إثباتها وأن الحكومة تأخذ الأمر بشكل جدي تماما لكن التصريحات الحكومية الرسمية لم تنفي الاتهامات ولم تضحضها وتصريح رئيس الوزراء الفرنسي أسيء استخدامه وترجمته إذ قال إن حكومته أمرت بإجراء تحقيقات خلال جلسة استجواب وقال إن الأمر لم يفض إلى التحقيقات لذلك لا يمكن الحديث عنها أمام الجمعية الوطنية وصلنا معكم مشاهدين لختام هذه الحلقة استمروا في التفاعل معنا على صفحة RT عربي ولا تنسوا بأن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لآرائكم دائما دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة